كمنخلط داخل المنظمة الديموقراطية للفلاحين الصغار بكوننا أحد من الشباب اللي آمنوا بمبادرة السامية دي المخطط الأخضار لتجيع الفلاحة والفلاحين لداخل هذا الوطن الحبيب من بين المستثمرين على مستوى الإقليم دي الزغورة خاصة على مستوى الدول والقبيلة دي الترسود داخل الجماعة الترابية لبانيزولي كنا نأمل باتجعات دائما واسمته دي المخطط الأخضار أننا نساهمه في 200 القروية داخل الوسط القروي خاصة في هذا الإقليم دي كنت أعتبر من الأبناء دياله من الأصول ديالنا وديالإجداد ديالنا ساهمنا في التنمية القروية بالإمكانية الداتية ديالنا ودائما تحت أسميته والأمل ديالنا الكبير ديال التوجيهات والتوصيات السامية ديال صاحب الجلال النصر والله فيما يخص سواء مؤخراً نموذج النمووي والمشروع الكبير ديال الحماية الإجتماعية اللي كان علمه جميع بأنه مشروع واحد كنت أعتبر واحد طورة حقيقية اللي غاد يستفد منه حوالي واحد المليون في اللاح من التغطية الصحية كل هذه العوامل ساعدتنا وشجعتنا على الاستثمار داخل المجال في اللاحية داخل وسط القاروي للأسف ومؤخراً تخرج علينا المجلس الإقليمي في الدورة دياله الأخيرة ببعض الحصيلة اللي أعلن عليها ومن نضمنها في بعض الوطائق اللي هذه ملخص ديال واحد أهم عملية التدخل لحفر السواق وإصلاح السدود التقليدية هذه الوطيقة اللي كان نعتبرها وكيعتبرها جميع أنها وطيقة رسمية كتدرج فيها بعض الأشغال ديالتهيئة ديالساقية ديالتهيسود داخل جماعة الترابية بنزولي واللي هنا ديرها عدد ديال 4 كيلومتر ديال الإصلاحات نحن واحدين من دول حقوق داخل هذه الساقية هذه اللي كان نتحفظ على هذا الرقم هذا كذلك مشغل إحنا جميع وحنا مجموعة ديالفلاحين وحنا من هذا المنظر هذا نيابة عنهم كانت سألوا إحنا هدد هذا الرقم هذا ولا هدد أسميته هذا الخارجة هذه لا نوجدوا الاتهام لأي جهة بل إحنا إيمان ديالنا باسميته بالمضمون الخطابات الملكية السامية ديالصاحب الجلالة لربط المسؤولية بالمحاسبة كان طالبا من هذا المنظر الجهات الواصية والمؤسسات الدستورية باش دير واحد لسميته الإفاد دير اللي جان دير تفتيش ودير التدقيق وهي اللي غدت حدد أسميته واش كين هناك وكين هناك بعض الاختلالات أولى وهذا حقنا حق أي مواطن كي طالب في إطار مثلا وخاصة نحن اليوم كنشوفو كيف قلنا المشاريع القبرى ديال المشروع التنموي والمشروع المبادرات الكبيرة ديال السامية ديالصاحب الجلالة من حقنا أننا نراقبه ونتبعه أي نموذج نموي على المستوى الوطني وخاصة للمكين اللي كان نستثمر فيها وغير هنا مرة أخرى مني كان نقوله هاد الساقية احنا حتى على مستوى الإقليم وأخرى حتى العملية ديالإصلاح المسالك هناك تحفظ عليها وهناك الأسميته خروج ديال عديد ديال المواطنين داخل الجماعات الترابية اللي كتستنكر بعض هذه الأشغال هذه كذلك نحن هنا نسائل على الجهات أن بعض الأشغال اللي ساهمنا فيها نحن كمواطني وكساكين داخل بعض الدواوير اللي ساهمت في إصلاح ديالها بكل حسيها الوطني على مستوى أرواي مثلاً بمجهودات شبابية واسمي توقع من جمع المساهمات ترحيباً للعملية في إطار كرم ديال الضياف ديال العمال ديال المجلس الإقليمي واللي كيشتغلوا بهذه الأليات في إطار هذا الإصلاح هذا لكن ما نسجله وما نتحفظ عليه ونستغرب له لماذا مثلاً بعد هذا الأشغال لدهس وصوبة الآليات للمجلس الإقليمي كتخرج بعدها صفر إعلان عن صفقات عمومية كانت سائلوا إحنا اليوم مثلاً وهذا منحقنا دائماً في إطار المقاربة التساركية هذا الأشغال هذا الملجج ومنها وهذه المقاولات إحنا مش ناس على الواقع